مالذي يعيق عن تدبر القرآن الكريم ثلاثة الذنوب والمعاصي من دون توبة يا أخوان الله عز وجل قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذه الذنوب والمعاصي من دون توبة بتحط على ألبك بلوكة بتسكر تأتي آيات القرآن وأنوار القرآن وأسرار القرآن تريد أن تخترق قلبك بتلاقي مغلق ختم الله على قلوبهم طبع على قلوبهم مطبوع مختوم مغلق أم على قلوب أقفالها في إفل ومتربس عليه شو سبب الإفل والطبع والإغلاق والختم والران على القلب الذنوب والمعاصي من دون توبة نصيحة يا أخوان إذا واحد بناتنا لا سمح الله مقيم على ذنب يعاهد ربه على التوبة هلأ هلأ في المجلس إذا واحد بناتنا في بينه وبين الله تعالى تقصير عاهد ربك أنني عائد إليك أنني مقبل عليك أنني سائلك أن تغفر لي مغفرة عامة شاملة أن تعينني على توبة النصوح لا أعصيك بعدها حتى إذا قرأت القرآن لا يكون في هذا العائق الذنوب والمعاصي من دون توبة معيقات تدبر القرآن الذنوب والمعاصي من دون توبة واحد والانشغال عن القرآن بغيره حين تلاوته وسماعه ألا كمان إذا واحد عم فاتح المصحف يقرأ المصحف وحاطة الجوال وكلما رفيه وعلم له علامة وأشر له إشارة ويجده رسالة بده يلتفت يقرأ هيك شو مبعتت الرسالة واحد حاطة قرآن يسمعه لكن مشغول فكره بأشياء أخرى هذا سيعيقك عن تدبر القرآن الكريم والمعيق الثالث عدم إرادة التدبر ألا إذا واحد لا يريد أن يتدبر أصلاً هو يقرأ القرآن الكريم فقط للبركة حتى إذا قلت له شو فهمت من القرآن قال لا لا ما شغلت لا فهمت بدي يخلص بدي يخلص إن شاء الله كل يومين ختمة أنا ألا موهد لا أفهم هو لا يريد أصلاً أن يتدبر لذلك يصعب عليه أن يتدبر وفي مسألة يا أخوان أيهما أكثر كثرة التلاوة لما تدبر ما تتلو العلماء في دراسة لهذا الأمر أنه أيهما أفضل كثير منهم قالوا لا تدبر التلاوة أهم من الكثرة وبعضهم قال بأن الكثرة مفيدة وبعضهم جمع قال أما التدبر فكمن يهدي جوهرة عظيمة وأما كثرة التلاوة فكمن يهدي جواهر صغيرة كثيرة فكمن يهدي جواهر صغيرة 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 جواهر ص